في منطقة كتانة المتميزة بإنتاج أجود أنواع الرمان وأمام ندرة المياه وارتفاع تكاليف استغلالها باستعمال الطاقة الكهربائية التقليدية محطة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لاستغلال بئر بمنطقة كتانة ثلاثة إضافة نوعية للفلاحين بهذه المنطقة برأيهما تكلفة كبيرة ياسر معناتها متاع الساق إن شاء الله بالمحطة هذه نوصل وأننا نعملوا على الأقل نقصنا حتى 40-50% تعاوننا معناتها توموتيك مو باش ننقصه وباش نقدم الخدمات زادة للفلاح الطاقة الشمسية هذي اللي هو بشرة للفلاحة باش يساعد وينقص من الطريفة البهضة اللي كانت في الشركة التونسي لكارباء والغاز هو مشروع بيوفر الضغط على كلفة الطاقة وبالتالي الفلاح يمكن له أن يروي مزرعاته سيرتوه معناها حكاية الرمان فهى تقريبا ضغط كلفة 40% على مستوى الكهرباء ونأمل أن التجربة هذه تتعمم على جميع المجامع المائية في ولاية جابس هذا المشروع المتعلق بإنجاز محطة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء يأتي في سياق مشروع دعم التحسين المستدام للإنتاجية والقدرة التنافسية لمادة الرمان ومشتقاتها بولاية جابس تدخل في إنجاز عديد الأطراف من بينها مشروع إيرادة وديوان تنمية الجنوب والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيابس ومحهد المناطق القاحلة بمدنين حتى هذه هي محطة لتوليد الكهرباء لضخميها الري من شأنها أن تقلص من تكلفة الإنتاج الفلاح وبالتالي دعم مردودية القطاع ودعم الفلاح بصفة غير مباشرة من خلال تقليص كلفة الإنتاج المجامع المائي في المنطقة هذه كالتانة ثلاثة انتفع بتزويده بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وهذا اللي بيش يمكنه أو الحاجة بيش يرتاح شوية هو من الضغط متع تكاليف الكهرباء ويدخل زادة في منظومة زادة الاستغلالة بيامتع الطاقة البديلة في منطقة كالتانة وولاية جابس ووحاتها المتعددة إشكال مستمر منذ سنوات وإنجاز مثل هذه المحطات أحد الحلول ما يجعل تعميمها أكثر من مطلوبة ترجمة نانسي قنقر